من عنوي نشر إلى تفاصيلها والبداية من لقاءة المحافظ وأجواء الزيارة في السامرة أهلا بكم حيث التقى محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل في بغداد بسفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق تومس سايلر وتناول اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المحافظة وسبل دعم دول الاتحاد الأوروبي لخطة المحافظة الرامية للنهوض بالواقع الخدمية وشدد المحافظ على أهمية ملف النازحين وإعادة استقرارهم في مناطقهم كما تم التطرق إلى سبول التعاون مع الاتحاد لدعم المشاريع الخدمية التي تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومن جانبه أكد السفير استعداد الاتحاد لدعم جهود المحافظة في هذا المجال مشددا على أهمية التعاون المستمر لتعزيز الاستقرار والتنمية في صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر